ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه أيها الإخوة الكرام ساعة طيبة نلتقي هذا اللقاء من لقاءات الإيمان إن شاء الله لنهتدي بهدايات الإيمان ونتفيأ في ظلاله ونقتبس من هداياته ولا سيما في وقفة نسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا فيها مع حديث من أحاديث الإيمان العظيمة وهو الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث وفد عبد القيس وهذا الحديث قل أن تجد كتاباً مؤلفاً في الإيمان من أئمة السلف وعلماء أهل السنة سواء منهم المتقدمين أو المتأخرين إلا ويورد هذا الحديث مستدلاً به ومستشهداً به في بيان الإيمان وإضاحي حقيقته هو حديث عظيم للغاية اجتمل على فوائد عظيمة إيمانية وفوائد عظيمة تربوية وفوائد عظيمة في آداب العلم والتعلم وهو حديث ينبغي أن يعنى به طالب العلم حفظاً وفهماً وتحقيقاً والحديث مخرج في الصحيحين الصحيحي البخاري ومسلم وفي غيرهما من كتب السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحباً بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندام فقالوا يا رسول الله إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من الخمس المغنم ونهاهم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وفي رواية والمقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم وكما قدمت هذا الحديث مشهور عند أهل العلم بحديث وفد عبد القيس وهذا الوفد وفد عبد القيس وفد مبارك من خير وفود الإسلام ومن أوائل وفود الإسلام ويظهر في هذا الحديث عظم رغبتهم وشدة حرصهم وعظيم اهتمامهم ومكابتهم ومكابتهم الشديدة في سبيل العلم والتعلم ويظهر أدبهم في السؤال وصلاح نيتهم وتمام حرصهم على الخير إلى غير ذلك من المعاني الجليلة التي تظهر للمتأمل في هذا الحديث العظيم وحديث كثيرة فوائده ومجتمل على معاني عظيمة ودلالات مباركة وهدايات متنوعة ينبغي على طالب العلم أن يتأملها وأن يُعنى بهذا الحديث عناية عظيمة كما قدمت لا سيما وقد انصرف كثير من الناس في معرفة الإيمان وحقيقته إلى الخوض في أمور كلامية بعيدة عن المنبع الأصيل والمورد العذب كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه وأصبح الحديث عن الإيمان في بعض المجالس ضرباً ضرباً من ضروب الجدل والخصومات التي لا تُرِث أصحابها إلا الضغائن والعدوات ولو صُرِفت تلك المجالس في دراسة كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه لأخذ الهداية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لتحققت الهداية ولسُلِمَ من الضلال قد قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضِلُّوا كتاب الله وسُنَّة ولهذا ينبغي حقيقةً أن تكون هناك عودة صادقة لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه لأخذ الإيمان وفهم الدين ولتحقق الهداية إذ لا هداية إلا بكتاب الله عز وجل وسُنَّة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا الحديث حديث وفدي عبد القيس حديث عظيم مبارك وقبل أن ندخل في عدّ ما تيسر من فوائد هذا الحديث لنستحضر في أذهاننا أن هذا الوفد وفدٌ مبارك تكبَّدَ مَشَقَّةً واختار وقتَ أَمَنَةٍ وتحمَّل عَناءَ السَّفَرُ لِيَعْرِفَ الْإِيمَانِ وَلِيَهْتَدِي بِهِدَايَاتِهِ الْعِظَانِ وانظر إلى هذا السؤال الكبير الذي هو في الحقيقة أكبر سؤال مرنا بأمرٍ فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة ألا ما أجله من سؤال وما أعظم هذا من مقصد وما أجله من مطلب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه عن حالهم وعن مكابدتهم وعن عظيم رغبتهم وكان هذا الوفد المبارك من أوائل الوفود ولما جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا المجيء جاءوا إليه وقد سبق إيمانهم وإسلامهم به عليه الصلاة والسلام وليهذا تلاحظ في الحديث قالوا يا رسول الله ولما قال تدرون ما الإيمان قالوا الله ورسوله أعلم ولما ذكروا المخاطرة التي حصلت لهم قالوا بيننا وبينك هذا الحري من كفار مضر فهم جاءوا مسلمين جاءوا مسلمين من الله عز وجل عليهم بالإسلام لكنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد انتدبوا من قومهم لأن الوفد يطلق ويراد به في اللغة من يرسله القوم أو الناس ينوب عنهم فيوفدونهم فكانوا صفوة من قومهم أوفدوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الغرض هو هذا السؤال وكانت تلك المكابدة والمشقة في هذا السؤال مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول جمعة كانت بعد الجمعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في البحرين أي بلد هذا الوفد والمراد بالبحرين أي الأحساء منطقة الأحساء فكانت أول جمعة في الإسلام وقيمت بعد الجمعة التي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الوفد وهذا مما يفيد أنه من أوائل الوفود وأوائل القبائل التي أسلمت وكانت أول جمعة تقام بعد الجمعة في مسجد المدينة عند هؤلاء فوفد مبارك وفد مبارك وليست أو ليس خبر هذا الوفد منحصرا على ما جاء في هذا الحديث بل لخبرهم أطراف ومجتمل على فوائد عظيمة جدا منها قصة ذلك الرجل الذي عرف بأشج عبد القيس وقصته معروفة وفيها من الفوائد العظيمة الشيء الكثير وحديثنا هنا سيكون مكتصرا على هذه الرواية وهذا الحديث الذي استهر عند أهل العلم لنقف على شيء من فوائد هذا الحديث العظيمة ودلالاته المباركة ونذكر هذه الفوائد مرتبة حسب ورودها أو دلالة الحديث عليها حسب ورودها في الحديث في دلالته عليها الفائدة الأولى من الفوائد في هذا الحديث استحباب سؤال الزائر والوافد حتى يعرف من هو وما مكانته وما منزلته لكي ينزل كل إنسان منزلته اللائقة به ويعرف ويعرف من أين ومن أي بلد ونحو ذلك من السؤالات التي يراد بها إنزال كل منزلته والنبي والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لهم من القوم أو من الوفد سألهم عليه الصلاة والسلام هذا السؤال وهو سؤال ينبني عليه ما ينبني عليه من معرفة بالوافد ومعرفة بمكانته وتمكن أيضا من إنزاله منزلته فهذا مما يستفاد من هذا الحديث الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث التعبير عن البعض بالكل كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة وهم ليسوا كل ربيعة هم رجال قلة من ربيعة لكن قالوا ربيعة فهذا يؤخذ منه التعبير بالبعض التعبير عن الكل بالبعض التعبير عن البعض بالكل التعبير عن البعض بالكل مثل ما قالوا لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم من القوم قالوا ربيعة الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث استحباب تأنيس القادم حتى يأنس ويرتاح وإن كان فيه شيء من الاستحاش يزول عنه وذلك يكون بالترحيب به والدعاء له وحسن ملاقاته ونحو ذلك من المعاني الظاهرة في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنسهم ولاطفهم وحياهم ورحب بهم ودعا لهم صلوات الله وسلامه عليه فهذه معاني مهمة وعظيمة الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن من سلك طريق الحق والهدى فإنه لا يصيبه خزي ولا ندامة وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رحب بهم قال مرحبا بالقوم وذا فيه تأنيس لهم كما تقدم قال غير خزايا ولا ندامة غير خزايا ولا ندامة وغير كما ذكر أهل العلم منصوبة على الحال مرحبا بالقوم والحال أنكم غير خزايا ولا ندامة غير خزايا ولا ندامة وذلك أن هؤلاء القوم جاءوا ينشدون الخير ويطلبون الحق والهدى ويريدون القول الفصل البين الجامع فطابت نيتهم وصلح مقصدهم وعظمت همتهم وقويت رغبتهم في الخير وساروا في دروبه وسبيله فكانوا بهذا الشأن كما أخبر عنهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه بقوله غير خزايا ولا ندامة فيستفاد من ذلك أن من سلك جادة الحق سبيل الهدى أخذ بنفسه في طريق العلم وطلبه وتحصيله أخذ بنفسه في سبيل العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى فإنه لا يخزى ولا يندم بل يكون مآله الفلاح وعاقبته حميدة في الدنيا والآخرة الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه من الفتنة إذا أمن عليه من الفتنة أما إذا خشي عليه منها فإنه لا يمدح وفي الحديث المدحو الذبح لكن إذا أمن على الشخص الفتنة وكان مدحه والثناء عليه فيه اعتدال وليس فيه مغالات ومجاوزات مجاوزة للحد فلا بأس بذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء غير خزايا ولا ندام وهذا وصف لحالهم ومتضمن الثناء العاطر عليهم فأخذ من ذلك جواز الثناء على الإنسان بما هو فيه لكن مع أمن الفتنة إذا أمنت الفتنة فإنه لا بأس أن يمدح بما فيه الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث تقدم إسلام هذا الوفد المبارك تقدم إسلام هذا الوفد المبارك وهو من خير وفود الإسلام وأوائل وأوائلهم من خير وفود الإسلام وأوائلهم وهذا المعنى سبقت الإشارة إليه الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن أمر الهداية بيد الله سبحانه وتعالى يهدي جل وعلا من يشاء ويضل من يشاء الأمر بيده سبحانه وتعالى جل في علاه وتأمل هنا قول هذا الوفد للنبي صلوات الله وسلام عليه إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر معنى ذلك أن مضر من حيث المكان أقرب إلى بلد الهداية أقرب إلى بلد الهداية أقرب إلى بلد الإسلام وهؤلاء أبعد جاءوا من شقة بعيدة ومن مسافة بعيدة واختاروا لأنفسهم وقتا للمجيء الشهر الحرام الذي يعظمه الكفار فلا يقاتلون ولا يقتلون أحدا فيه فكان هذا الحي من كفار مضر بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أي في طريقهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى ذلك كأن كفار مضر أقرب مسكنا وأقرب مكانا إلى منبع الإسلام إلى منبع الإسلام إلى مأرز الإيمان أقرب مكانا والهداية نزلت إلى بلد أبعد منهم وإلى مسافة أبعد منهم فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء يهدي سبحانه وتعالى من يشاء ويضل من يشاء وهذا المعنى علم المرء به وتحقق إيمانه به يقوي إيمانه بالله وتوكله على الله وحسن التجائه إلى الله سبحانه وتعالى في تحصيل الهداية والثبات عليها في تحصيل الهداية والثبات عليها فلا يغتر الإنسان بنفسه إن كان مثلا في بلد إيمان وأيضا لا يقنط من الهداية إن كان بعيدا عن بلد الإيمان ولهذا تعجب ترى أشخاص نشأوا في بلاد كفر وفي بلاد ضلال وينزل الله سبحانه وتعالى على قلبه الهداية ويشرح صدره للإسلام فيصبح في قوة إسلامه وإيمانه وحرصه على دينه أقوى من كثير ممن نشأوا في بلاد الإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فالأمر لله سبحانه وتعالى وبيده جل في علاه الفائدة الثامنة من فائد هذا الحديث العظيم أهمية صلاح النية في السؤال أهمية صلاح النية في السؤال وهذا أمر مهم جدا للغاية لأن الناس في سؤالاتهم التي يطرحونها تتفاوت نياتهم ومقاصدهم فمنهم يسأل بنية صالحة وقصد طيب يريد أن يتعلم دينه يريد أن يتفقه يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره يريد صلاحا يريد هداية يريد دخول الجنة والنجاة من النار والفوز برضى الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يستغل المجالس العلمية لطرح بعض الأسئلة التي يشوش بها على الآخرين أو مثلا يثير بها الشبهات أو مثلا يلفت فيها أنظار الناس إليه كان يقول فلان كان عنده مقدرة وجاء بسؤال محرج وسؤال قوي أشياء من هذا القبيل ومن طلب العلم ليجاري به العلم ويماري به السفه ويلفت أنظار الناس إليه فالنار كما جاء في الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فالناس يتفاوتون في الأسئلة تفاوتا كبيرا وهذا الحديث فيه دلالة على أهمية صلاح النية في السؤال أهمية صلاح النية في السؤال وانظر هذا الصلاح العظيم في سؤال هؤلاء القوم قالوا مرنا بأمر فصل ما الغرض من ذلك ما المقصد من ذلك ما الهدف من وراء ذلك مرنا بأمر فصل الهدف نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة هذا هو صلاح النية نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة ولهذا يروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية قيل وما صلاحها قال أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك وهذان الأمران اللذان هما صلاح النية على ما وصف رحمه الله اجتمع في هذا الحديث حديث وفد عبد القيس قالوا نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة أي ننتفع نحن به ونعمل به ونواضب عليه وندخل به الجنة وأيضا نخبر نخبر الآخرين به وندعوهم إليه ولهذا ينبغي أن يكون هذا هو غرض الإنسان في التعلم وغرض أيضا في الأسئلة تتعلم لتدخل الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة وأيضا لتعلم الآخرين لتعلم الآخرين والعلم كما قال عبد الله بن مبارك أوله النية ثم السماع ثم الاستماع أوله النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر ست مراتب مراتب العلم فعندما تصلح نية العبد في سؤالاته يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى وتتحقق في حياته البركة وحسن الانتفاع والانتفاع في نفسه ونفع الآخرين فيما بعد بخلاف من تكون أغراضه في سؤالاته مشوبة بمقاصد غير صحيحة ونوايا غير مستقيمة وأهداف غير قويمة فهذا لا ينتفع هو في نفسه ولا ينتفع الآخرين من أسئلته بل ربما لا يحدث لدى الناس إلا تشويشا وشكوكا وأوهاما ونحو ذلك ولهذا ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه على إصلاح نية بينه وبين الله سبحانه وتعالى والنية أمرها عظيم وتحتاج أن تعالج معالجة مستمرة قال الأوزاعي رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي الفائدة الثامنة من فوائد الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث إبداء العذر إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق جميل جدا أن يكون الإنسان بهذا الوصف إذا لم يتمكن من توفية حق ما سواء كان هذا الحق مستحبا أو واجبا فإنه يقدم العذر وأنظر إلى هذا الأدب الجميل في هذا الوفد المبارك لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأوا به قبل السؤال بدأوا بماذا بتقديم العذر قالوا إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام بيننا وبينك هذا العي من كفاري مضار هذا تقديم عذر لما مثلا التأخر لماذا لم تأتوا قبل هذا الوقت فقدموا العذر قدموا العذر قبل أن يبدأوا بالسؤال قدموا العذر قبل أن يبدأوا بالسؤال فهذا من الآداب العظيمة وهو استفاد من خبر هذا الوفد المبارك الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث البدء بالسؤال عن الأهم ثم المهم وهذا من آداب العلم والتعلم والسؤال أن يبدأ بالأهم ثم المهم وهذا ظاهر في خبر هذا الوفد بدأوا بالأهم قالوا يا رسول الله مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة وسألوه عن الأشربة فبدأوا أولا بالسؤال عن أمر فصل يخبرون به من وراءهم ويدخلون به الجنة ثم انتقلوا إلى سؤال أقل أهمية من وهو السؤال عن الأشربة فيستفاد من ذلك أن من أدب العلم والتعلم والسؤال أن يبدأ السائل بالأهم ثم ينتقل منه إلى ما هو دونه في الأهمية من فوائد هذا الحديث العظيمة أهمية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعظم شأنها وشدة الحاجة إليها لأنها هي السبيل لانتشار دين الله تبارك وتعالى هي السبيل لانتشار دين الله سبحانه وتعالى وهذا الوفد يحملون هذه الهمة همة الدعوة والنصح والبيان واضح في مقدمهم ومرادهم بمقدمهم ومجيئهم إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولهذا قالوا رضي الله عنهم قالوا مرنا بقول بأمر فصل نخبر به من وراءنا يحملون هذا الهم ولهذا المسلم يتعلم العلم الشرعي ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى بنية إصلاح نفسه وهداية نفسه وأيضا بنية إيصال هذا الخير للآخرين وتعديته للناس والعصر إن الإنسان لا في خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصل لما صلحوا في أنفسهم آمنوا وعملوا الصالحات عملوا على إيصال هذا الصلاح إلى الآخرين ونشره بين الناس ودعوة الناس إليه ولهذا ينبغي أن تكون الدعوة هما لألعب حريصا عليها فيتعلم لينتفع هو ويتعلم لينفع الآخرين يتعلم وينفع الآخرين يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فالشاهد أن من فوائد هذا الحديث العظيمة أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعظم شأنها ورفعة مكانتها الفائدة الثانية عشرة من فوائد هذا الحديث أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إن قبلت إن تقبلها الله سبحانه وتعالى قالوا مرنا بأمر فصل أمر فصل ومرادهم بالأمر الفصل أي دلنا على عمل دلني مثل ما جاء بعض الأحديث دلني على عمل يدخلوني الجنة مرنا بأمر فصل أي دلنا على عمل أعمال طاعات عبادات نقوم بها نحافظ عليها وندخل بها الجنة فهذا يدل على أن العمل أو الأعمال الصالحة يدخل بها المر الجنة إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى يدخل بها العبد جناة النعيم وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل يوم إذا أصبح بعد أن يسلم من صلاة الفجر كما في حديث أم سلم في السنن اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا وفي رواية وعملا متقبلا والعمل الصالح هو الذي قام على الإخلاص للمعبود والمتابع أهل الرسول اجتمع فيه هذان الشرطان وبهما يكون قبول الأعمال فالله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم فإذا افتقد الإخلاص رد ولم يقبل قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وإذا افتقد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم رد ولم يقبل قال صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ومعنى فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه الفائدة الثالث عشرة أهمية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وذلك أن هذا الوفد لما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم بأمر فصل يدخلون به الجنة ويخبرون به من وراءهم قال آمركم بالإيمان بالله آمركم بالإيمان بالله هذا هو القول للفصل الجامع والإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان وأعظم أسس الدين وجميع أصول الإيمان تبع لهذا الأصل فعليه قيام دين الله تبارك وتعالى ولا يقبل أي عمل من الأعمال ولا أي طاعة من الطاعات إلا إذا أقيم على هذا الأصل إلا إذا أقيم على هذا الأصل وقد مر معنا قريبا قول الله سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وفي القرآن آيات عديدة في هذا المعنى كقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قد قال الله سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله كفروا بالله وبرسوله قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا فالإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أصل أصول الإيمان وأعظم أسس الدين ولا قبول لأي عمل ولا عباد إلا به والإيمان بالله والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى ولهذا قال في الحديث آمركم بالإيمان بالله وحده فهو إيمان بوحدانية الله إيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى وتفرده سبحانه وحدانية في ربوبيته وحدانيته في أسمائه وصفاته وحدانيته في ألوهيته بأنه هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه الفائدة الرابعة عشرة من فوائد هذا الحديث أهمية التشويق وأسلوب مهم جدا في التعليم ويظهر كثيرا في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وانظر ذلك في قوله لهؤلاء آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله انظر هذا التشويق ما أعظمه وما أجمله وما أحسنه في جاء لي القلوب تتشوف وتتطلع وتقبل وتستعد وتتهيأ قال أتدرون ما الإيمان بالله فهذا أسلوب أسلوب تشويق مهم جدا في التعليم لأنه يحرك الرغبة في القلوب ويحقق حسن الانتفاع والاستفادة ومن فوائد هذا الحديث وهي الفائدة الخامسة عشرة وهي فائدة عظيمة جدا ومهمة مستفادة من هذا الحديث أنه لا سبيل إلى معرفة الإيمان إلا من خلال الوحي لا سبيل إلى معرفة الإيمان إلا من خلال الوحي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا يمكن للإنسان أن يعرف الإيمان وحقيقته بمعرفته مثلا للغة العربية ولو كان بحرا في اللغة ولا يمكن أن يعرف الإيمان من خلال رأيه وفكره وعقله ولا يمكن أن يعرف الإيمان من خلال ذوقه ووجده لا يمكن بل معرفة الإيمان لا سبيل إليها إلا من خلال كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وانظر ذلك في جواب هذا الوفد لما قال لهم عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الإيمان بالله ماذا قالوا الله ورسوله أعلم أليس أهل لسان عربي فصحاء وأهل لغة ويعرفون معاني الألفاظ ودلالاتها يعرفون معنى كلمة إيمان ويعرفون مدلولها اللغوي فما أجابوا بما يعرفونه من معنى الإيمان لغة وما يعرفونه من مدلول الإيمان لغة بل قالوا الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم لأن القوم يدركون أن الإيمان حقيقة عظيمة لا سبيل إلى تحصيلها ولا طريق إلى فهمها ومعرفتها إلا من خلال الوحي الله ورسوله قالوا الله ورسوله أعلم قالوا الله ورسوله أعلم والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله ما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وما على الرسول إلا البلاغ فهذه فائدة عظيمة جدا وفيها رد على كثير من أهل الباطل والضلال الذين خاضوا في بيان الإيمان بالعقول المجردة أو بالفهم للغة أو نحو ذلك ولم يلتفتوا إلى مورد الإيمان ومنبعه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فجاءوا بأمور مصادمة للإيمان في حقيقته ومدلوله ولهذا نشأت فرق وأحزاب ومذاهب كثيرة في الخوض في الإيمان والكلام على حقيقة الإيمان جانبت الحق والصواب لكونها لم تعول على منبع الإيمان ومورده الذي هو كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه وقد قال الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور فالإيمان حقيقة عظيمة لا يمكن أن تعرف وأن يهتدى إلى حقيقتها ومعناها إلا من خلال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نظير الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الطاعات أرأيتم لأن شخصا بحر في اللغة أيمكنوا أن يعرف الصلاة الشرعية بمجرد معرفته باللغة أن يعرف الزكاة الشرعية أن يعرف الصيام الشرعي كل هذه أمور وحقائق لا يمكن أن تعرف إلا من الوحي ولهذا السلف رحمهم الله جادتهم وطريقتهم في الدين قال الله قال رسوله ترى الواحد منهم يقول نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا ونؤمن بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بخلاف من سواهم من أهل البدع والضلالات يقول قائلهم مثلا أعتقدوا كذا لأنه كذا لو كان أو يخوض في فلسفة أو في منطق أو يخوض في كلام لا طائلا من ورائه أو يقول اعتقد كذا وأؤمن بكذا لأني رأيت مثلا في المنام كذا أو مثلا هذا حس له ذوقا وطعما وأشياء من هذا القبيل هذا موجود وفرق نشأت كثيرة جعلت لأنفسها مصادر للتلقي غير الكتاب والسنة فظلت عن سوا السبيل ظلت عن سوا السبيل ومن لم يعتصم بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ظل عن سوا السبيل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كان الشيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يقول من فارق الدليل ظل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول من فارق الدليل ظل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من فوائد هذا الحديث وهي الفائدة السادسة عشرة اقتران الشهادتين شهادة اللا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وشهادة اللا إله إلا الله هي شهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وشهادة أن محمدا رسول الله شهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولكل منهما مقتضى فشهادة اللا إله إلا الله تقتضي أن يخلص هذا الشاهد بهذه الكلمة العظيمة التوحيد لله وأن يفرده سبحانه وتعالى بالعبادة ولهذا لو قالها دون أن يحقق ما دلت عليه من التوحيد لا يكون بمجرد قولها من أهلها وكذلك الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والله جل وعلا يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فشهادة أن محمد رسول الله يطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء والانتهاء عما نهى عنه وزجر ولهذا فإن الشهادتين هما رأس الأمر رأس الأمر أي رأس هذا الدين فالدين قائم على الشهادتين شهادة اللا إله إلا الله التي تعني إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وإفراده جل وعلا بالعبادة وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعني تجريد المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والشهادتان فيهما نوعان من التوحيد توحيد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة وتوحيد المرسل صلوات الله وسلامه عليه بالاتباع وتوحيد المرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بالاتباع ولا دين إلا بذلك بأن يخلص الدين لله وأن تجرد المتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه والله تعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل ابن عياض أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه قال العظيم دخول العمل في مسمى الإيمان وأن الإيمان ليس مجرد اعتقاد ليس مجرد اعتقاد أو تصديق في القلب فقط بل الإيمان كما قال السلف رحمهم الله تعالى قول واعتقاد وعمل قول واعتقاد وعمل فالإيمان يتكون من هذه الأركان اعتقاد في القلب وقول بالنسان وعمل فيقوم على ذلك الإيمان يقوم على ذلك فالأعمال داخل في مسمى الإيمان وقد دلت الدلاء الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على ذلك وهذا الحديث من الشواهد البينة لأن قال آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس هذه كلها أعمال هذه كلها أعمال ولهذا الصلاة إيمان قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم الصلاة إيمان الصيام إيمان إيتاء الزكاة إيمان جميع الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها إيمان ولهذا جاء في الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الشعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء والحياء شعبة من شعبي الإيمان والحياء شعبة من شعبي الإيمان فائدة الثامنة عشرة من فوائد هذا الحديث أن من سئل عما لا يعلم يكل العلم إلى عالمه يكل العلم إلى عالمه ولهذا لما قال لهم عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الإيمان بالله قال الله ورسوله أعلم فوكلوا العلم إلى عالمه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله المبلغ عن الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام كان بين أيديهم ويسألون ويتعلمون منه فإذا سئل أحد عما لا يعلم فإنه يكل العلم لعالمي يقول الله أعلم يقول الله أعلم ولا يخوض في شيء من الدين بلا علم وأن تقول على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الفائدة التاسعة عشرة من فوائد هذا الحديث أن من حسن التعليم الإجمال في العدد قبل التفصيل والبيان ولهذا مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع فهذا الإجمال وأيضا بذكرى العدد يجمع فوائد عظيمة لكن أهمها فائدتان الأولى التشويف للعلم والتشويق له والثانية أن ذلك أمكن في الحفظ والضبط إذا قيل لك أربع كذا أو ست كذا وعرفت أنها ست لو عددتها فيما بعد وفاتك واحد منها تذكر أنها باقي واحد أنها باقي واحد فذكر العدد في أول الأمر فيه تشويف وتشويق وهو مدعاة لغبط العلم ولهذا يكثر مثل ذلك في حديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الفائدة العشرون وبها نختم وهي مستفادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول فيها أكمل التي قبلها قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الأربع التي أمرهم بها التي أمرهم بها أجملها أولا بقوله الإيمان بالله أجملها بقوله الإيمان بالله ثم فصلها بعد أن سألهم بقوله أتدرون ما الإيمان بالله قال الله ورسوله أعلم قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه واحدة إقام الصلاة هذه الثانية إتاء الزكاة هذه الثالثة صوم رمضان هذه الرابعة ولم يذكر في هذا الحديث الحج لأنه لم يفرض بعد لأنه لم يفرض بعد فذكر لهم هذه الأربع والخمس من المغنم على الصحيح ليس من الأربع ولكنه نبههم عليه لحاجتهم خاصة إلى بيان هذا الأمر لهم ولهذا ذكره بهذا الصيغة وأن تعطوا الخمس من المغنم قال آمركم بالإيمان بالله الإيمان بالله شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان هذه الأربع وأن تعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن أربع تتعلق بما سألوا عنه في سؤالهم الثاني سألوه عن الأشربة سألوه عن الأشربة فقال عليه الصلاة والسلام أنهاكم عن الحنتم والحنتم هو الجرة التي تصنع من الطين والدباء وعاء يصنع من القرع بعد أن يجفف والنقير وعاء يصنع من أصول وجذوع النخل ينقر وينحت من داخله بحيث يصبح وعاء والمقير وفي رواية المزفت الذي طلي بالقار أو الزفت ونهاهم عليه الصلاة والسلام عن هذه الأربع أن ينتبذوا بها أن يصنع فيها النبيذ لأنها سريعة في التأثير على الذي ينبذ فيها بأن يتحول إلى مسكر فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام ثم جاء فيما بعد نسخ ذلك وهو الانتباد انتبذوا في كل وعاء وعاء ما لم يسكر ما لم يسكر يعني النهي عن استعمال هذه الأوعية نسخ ولكن ينتبه المرء إذا نبذ فيها أن يجعل وقتا يعني ليس وقتا يؤدي إلى بلوغ ما نبذ فيها إلى الإسكار الفائدة الأخيرة وهي العشرون من الفائدة المستفادة من هذا الحديث مستفادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد في تمام هذا الحديث احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم وهذه حقيقة فائدة ينبغي أن تكون في بالي كل طالب علما أكرمه الله بحضور مجالس العلم أكرمه الله بحضور مجالس العلم لتكن هذه الفائدة تصحبك وأنت تخرج من مجلس العلم احفظ وبلغ هكذا قال لهم احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم احفظ الفائدة التي استفدت استذكرها احفظها حاول أن تثبتها خير ساقه الله إليك لا يكن حظك منه مجرد سماعة في ذلك المجلس ثم يذهب حاول أن تثبته حاول أن تثبته في دهنك أن تستذكره أن تستعين بكل وسيلة متيسرة لك على حفظه بكتابته بمباحثته مع زميل لك بإعادة سماعه بما تراه متيسرا لك ما دام علما صحيحا نافعا تحتاج إليه احفظ على حفظه وضبطه احفظوهن الأمر الثاني أخبروهن أخبروا بهن من وراءكم الخير الذي فهمته وحفظته وعرفته بلغ الآخرين زوجك أهلك جارك قريبك من يتأسر لك أن تخبره حتى تكون بإذن الله سبحانه وتعالى هاديا مهديا وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يوفقنا أجمعين لما يحبه وارضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال اللهم مهدنا وسددنا اللهم معنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر